بيبدأ الفيلم سنة 1970 وبول هنم هو مدرس تاريخ تصرفاته غريبة والكل بيضحك عليه بسهولة وما بيقدرش يرفض طلب المدير وعلشان كده بيضطر انه يقعد في المدرسة في فترة العطلة لان زميله انديكوت اتحجج بانه والدته تعبانة وطبعا بول مش هيقدر يرفض وبيوافق غصب عنه وبيكون متباقي معاه اربع طلاب بس في العطلة وبيكون عنده وجهة نظر في التعليم والمدير بيكون رفضها تماما لكن بول بيبلغوا ان المدرسة تأسست سنة 1797 فاكيد التخاليد هي اهم ما يميز المدرسة وساعتها المدير ما بيكونش قدامه اي حجة لكن بيبلغوا بكل صراحة انه اسلوبه ضيق وغير متعاون مع الطلبة فبول بيقعد وبيضحك وبيقول انه اكيد متعصب لانه رفض طلب جوردان اوسجود وسقطه فاكيد طبعا ان والده السناتر اوسجود زعل جدا وده يعتبر من اكبر المتبادعين للمدرسة والمدير اترجى بول علشان يديله اقل درجة وينجحه لكنه مصمم ان الولد مش مستحق اي درجة وسقطه وبيقول ان جرين مؤسس المدرسة بيقول ان المدرسة تأسست على الانضباط ومفيش اي حاجة هتمنعهم من تنفيذ ده وانه بيمشي ورا القواعد فالمدير بيكون جاب اخر منه لكن في نفس الوقت هو الوحيد لقدامه وبيهدى وبيديله كتاب التعليمات والمفاتيح وبيترجى انه يكون انسان مع الطلبة وساعتها بول بيبصله هو مش مهتم وبيمشي وبتكون المدرسة دي فيها ابناء اغنى ناس موجودين في البلد لان مصارفها كبيرة جدا ومش اي حد بيدخلها وبول بيدخل للفصل بتاعه بيوزع نتاج الامتحان النهائي وبيكون اغلبية الطلبة سقطين والباقيين جايبين درجات وحشة معدى طالب واحد هو اللي جايب درجة حلوة وبول بيقف قدامهم وبيقول انه اكيد اغلبيتهم مصدومين من النتيجة لكن هي دي القواعد بتاعتهم وانه تشرف بالتأكيد انه درس لهم في الفصل ده بتيدي كونتر بيعترض على النتيجة وبيقول انه ما ينفعش يسقط في الفصل ده لان المفروض يروح لكورنيل وانه بالدرجة دي مش هيقدر يدخل الجامعة واهله هيغضبوا جدا منه وبيترجوه علشان يساعدوا وكل الطلبة بينضموا ليه وبيحتاجوا فبول بيقول لهم خلاص الكل هياخد فرصة تانية في وقت الاستراحة وهيعمل لهم امتحان تاني لكن يكونوا برضو متأكدين ان مش هيبقى نفس الامتحان والامتحان الجديد هيكون في مواد من الشرح الجديد اللي اخدوه وبيبلغهم يفتحوا كتبهم على الفصل السادس وبيبدأ الشرح لكن انجو ستولي قطعوا في الكلام وقالوا انهم بيشكروا جدا على الامتحان التكميلي لكن ده مش وقت ابدا انهم يبتدوا فصل جديد خصوصا ان اهليهم موجودين واغلبية المعلمين لغوا كل فصلهم الدراسية واكيد طبعا هيبقى من السخافة ان يشرح لهم فصل جديد قبل العطلة بتاعتهم فبول بيتصدم منه وبيقول عندك حق واكيد انا مش عايز اكون سخيف وبيلغي الامتحان اللي كان هيعمله بيعتمد الدرجات القديمة وانهم لازم يرجعوا بعد العطلة عارفين الفصل السادس ومذاكرينه كويس ويقدروا يتناقشوا مع بطالهم تولي بخصوص الغاء الامتحان وبيروحوا بعدها للكنيسة وهناك كلهم بيتجمعوا علشان يفتكروا كل الطلبة اللي ضحوا بحياتهم من اجل الوطن وبيوجهوا شكر خاص لماري رئيسة الطبخين لان ابنها كيرتس من وسط الطلبة لضحوا بحياتهم وبعدها تولي بيتجيلوا مكالمة من والدته وبتعتذر له جدا انها مش هتقدر تاخده من المدرسة وهيضطر ان يقعد العطلة كلها لان استني لزوجها الجديد كان عنده ظروف وما قدروش يعملوا شهر العسل بتاعهم لكن هما دلوقت فضيين وهيسافروا وبتترجى ما يزعلش منها لانها كانت وحيدة جدا ودلوقت هما بقى عندهم علتهم الجديدة وهو بيتدائي جدا وبيزعق فيها وبيبلغها انها وعادته انهم يقضوا وقت في بوستن والمكالمة بتنتهي وبيروح بعدها للمعلم بول وهو مجمع الطلبة اللي هيقعده وهم جيسون وتيدي وجون وآلكس وبيوزع ما بينهم المهام وانهم هيدرسوا خلال الفترة دي وبول بيتفاجئ ان تولي هينضم ليهم فتيدي بيكون فرحان لان تولي رجع وهيقدر يضربه وياخد حقه منه لكن بعدها بيتدائي لان بول بلغوا انه لازم يدرس الفصل السادس هو وطولي والبقائين هيتأهلوا للفصل القادم وممكن يسمح لهم يقضوا اقتفراغهم في اللعب لكن ده لمدة ساعات قليلة وكمان تحت الاشراف لكن الصالة الرياضية مقفولة بسبب الاصلاحات فبول بيبلغهم انهم يقدروا يطلعوا برا لكن الجو بيكون برد وبالطريقة دي هيتجمدوا فبول بيغلس عليهم وبيقولوا ان الرومان استحموا في نهر الطيبر المتجمد وان الشدائد هي اللي بتبني الشخصية وان المدرسة هتقطع التدفئة عن المدرسة كلها معادة العيادة وده المكان اللي هم هيفضلوا فيه والشباب بيطلعوا برا وبيقفوا ناحية العربية وبيتعرفوا على بعض اكتر والجيسهم بيكون موجود في المدرسة علشان عارض والده على حلاقة شعره وجون عيلته في كوريا وشايفين انه هيسافر مدة طويلة لوحده وده مش امان بالنسباله وبعدها بيوزعوا نفسهم في القطين وطولي بيكتشف ان الصورة اللي معاه في الشنطة مفقودة فبيروح يتخانق مع تيدي وبيطلب منه يطلعوا الصورة بتاعته وتيدي بيقوله انها مش معاه فساعتها تولي بيسأله عن السبب اللي قاعده هنا ومش في بيته وبيعرف منه ان اهله بيعيدوا ترميم البيت وبيخزنوا الحاجات في قطه فتولي ضحك عليه وقاله انه مش عايزين شخص مضطرب زيه في البيت وانه لو كان مكانهم ما كانش هيتمنى ده ابدا وساعتها تيدي يتعصب جدا وهجم عليه وزقه للحيطة فتولي بيزقه وبيرمي على الارض وساعتها بيوصل بول وبيشوف اللي بيحصل وبيسألهم مين اللي بدأ المعركة لكن مفيش حد بيتكلم فبياخد وقت وبعدها بيقول ان السياءة بتعم وان عقبهم الاول انهما ينظفوا المكتبة من كل حاجة لزقها فيها وممكن يلاقوا صراصير وان ده شيء طبيعي جدا لكن أليكس مش بيقدر يستحمل اللي هيكون فيه وعلى طول بيفتن على تيدي وبول بيروح لماري وبيسألها عن السبب اللي خلها تقعد وبتقوله ان ده المكان الوحيد اللي تقدر تكون فيه مع ابنها وان اختها دعتها تقضي معها العطلة لكن لسه مش عايزة تعرفه انها فقدت الامل فيه وفي الليل بيقعده علشان يأكله وتيدي بيقعد بعيد وبيكون ممنوع من الاكل وماري بتدخل بالاكل اللي كان عندهم على الغداء فتيدي بيقول انه كان وحش اصلا فبيفتح بول الكلام مرة تانية وبيقولوا انهم يعتبروا نفسهم محسوسين لان في الحملة البونيقية التانية من 149 ل146 قبل الميلاد الرومان ساعتها حصروا قرطاج لثلاث سنين ولما الحرب انتهت كان ساعتها القرطاجيين كانوا بيأكلوا الرملة من شدة الجوع ومن هنا جاء مصطلح قصاص وبتدخل ماريو بتجيب لهم المياه فبول بيطلب انها تقعد معاهم لكنها بتلاحظ بص تيدي ليها وهو أرفان وساعتها بتشكر بول وبتمشي بتيدي بيقول انها بتاخد فلوس علشان شغلها فلازم تحسن من جودة أكلها وأكيد زعلانة عشان موت ابنها وهي عارفة انهم مش هترضوها فده بيدايق بول جدا وبتعصب عليه وبيقولوا انها مرت بحاجات كتيرة هو مش عارفها ومش عشان هو تولد محزوز ومعه فلوس يتصرف بالشكل ده وانهم بيحاولوا يعدوهم كشباب صالحين للمجتمع وانهم لو ما غيروش تفكيرهم هيكونوا فشلوا في تعلمهم وفي الليل وهما نايمين تولي بيصحى وبيشوف جنب يعيط فبيقوم وبيعرف منه انه حلم بكبوس فبيهون عليه وبيقولوا انه هيدار عليه ومش هيقول لحد وبيعرف منه انه ما عندهوش أصحاب خالص وبيطمنه وبيخليه نام وهو مرتاح وتاني يوم بول بيصحهم بالعافية وبيخلهم يجروا علشان اللياقة البدنية كويسة لصحة أجسامهم مع انه بيشرب سجاير وبيكح بسببها وبيكون مناقض لنفسه تماما وبعد يومين يوم 26 ديسمبر بيكون اليوم السادس ليهم وبتجمعوا في المكتبة وفاجأة بيسمعوا صوت طيارة هليكوبتر وجيسهم بيجرع عليها وبيكون والده جاء علشان ياخده وبول بيقدر يتواصل مع كل أهالي الطلبة مع عادة تولي اللي بيبلغوا انه اهله مش بيردوا وما فيش فايدة انه يتصل تاني وكمان مكتب الاستقبال بيقول انهم بيقضوا عطلتهم وبكده بيكون اللي اتبقى هما بول وتولي والاتنين بيكون شخصيتهم معقدة معلم غريب وطالب مضطرب نفسيا وفي الليل بيقعدوا مع ماري وبيتفرجوا على التلفزيون وساعتها بول بيعترف ان نفسه يحقق حاجات كتيرة لكنه ما بيخرجش من الحرم الجميع ابدا وان عنده افكار كتيرة ونفسه يزور كزا بلد من ضمنهم ايطاليا ومصر وتونس فاتولي بيخترح علي انه يقلف كتاب لكن بول ما بيكونش عارف اذا كان يقدر يكتب كتاب كامل ولا لأ وبعدها بفترة بيكون بول نام فاتولي بيتسحب وبيسرق المفاتيح وبيدخل كل القاعات وبيكتشفهم كلهم وفي الاخر بيقعد في الكنيسة وبيبص على صورة كيرتس ولما النهار بيطلع ماري بتدخل الكنيسة وبتشوف تولي وهو قاعد وما بترداش تقرب وبعدها بيقعدوا يفطروا وساعتها بول بيطلع على الكحك اللي كانوا اخدوا من زملته وبيشاركوا معهم فاتولي بيستأذن علشان يدخل الحمام وساعتها بيتكلم مع ماري وكان بيحاول يغير معاملته مع الطلبة وفشل وبيطلع بره بيلاقي تولي بيكلم فندق علشان عايز يمشي من مدرسة وبيفصل المكالمة وبيعاقبه وبيحجزه لكن تولي مش بيهمه وبيطلع يجري وبيقطع الورق وهو ماشي وبول بيجري وراه فتولي بيقف وبيقوله ان الرياضة حلوة علشان صحيته البدنية وبيضحك وبيكمل جاري لغاية ما بيوصل للصالة الرياضية وساعتها بول بيبلغه ان المكان ده محزور وهو على بعد خطوة واحدة بس من التعليق وهيطرد من مدرسة فلازم يختار كويس لكن تولي ما بيكونش مهتم وبيجري وبينطع المرتبة لكن ايده بتكسر فبول بيجري بيه بسرعة ناحية العربية بتاعته وبيحاول يشيل التلج من عليها وتولي بيتقلم جنبه وبعدها بيقدر يوصله للمستشفى وبول بيكون متدايق جدا لان لما المدرسة تعرف هتبلغ اهله وساعتها هو يضطرد من التعليم ولما بتيجي الممرضة علشان تمضيه على التأمين فتولي بيترجها ان ما يكتبوش اي حاجة وان هو السبب في كسر دراعه وهم بيلعبوا هوكي مع بعض وان والده والدتهم اطلقين وهو الاكبر والده انه يخرجوا علشان يلعبوا مع بعض ولو والدته عرفت بالموضوع هترفع عليه قضية وهتمنعه انه يشوفه وساعتها بول بيتصدم من اللي بيسمعه وبيستغرب جدا انه كذب وما ينفعش اي حد من طلبة بارتون انه يكذب وبيدخلوا للدكتور وبيكشف وبيقول انه كذبه مخلوع بس وهم هيرجعوا مكانه تاني وبيقف قصاد الممرضة وهم الاتنين بيشدوا قصاد بعض وطولي بيتقلم وبول مش بيقدر يبص على المنظر بعدها بيتكلموا مع بعض ان بول بقى مدين ليه وبيخرجوا في بار قريب منهم وساعتها بول بيقابل زميلته ليديا كارين وبتكون هي اللي اهدته الكحك وبيتكلموا مع بعض وبيهزروا وطولي بيعرف انهم معجبين ببعض جدا وان في حاجات كتيرة ما بينهم مشتركة وبتبلغوا انها عاملة حفلة وبتقولوا ييجي ويجيب معاة طولي طالما هم الاتنين مع بعض وبيخرج من المكان وبيطلع برا علشان يركب عربيته وساعتها طولي بيعترف له ان ريحته وحشة جدا وعملة شبه السمك فبيعترف له ان عنده مرض متلازمة رائحة السمك وان عنده من زمان جدا وعلشان كده بيخاف يقرب من الستات وانه ما جويس لغاية دلوقتي بسببها وتاني يوم بيرجعوا للحرم الجميع وبيحاول يدوروا على اللي حصل رغم ان ماري بيتكون عارفة انهم خبين حاجة وبيدخل داني عامل النظافة وبيبلغهم ان فيه اثار شخص كان موجود في الصلاة الرياضية وساعتها بول بيتوتر جدا وبيقول ما فيش حد كان موجود وكويس ان قاله علشان يتأكد من الموضوع بعدها بيخرج وبيمسي الكورة وبيرميها وبيفرح كأنه كده بيلعب رياضة وبعدها بسبب ان تولي كان متعصب لما عارف ان المعلمة لديا عزمهم على الحفلة وبول مش عايز يروح علشان كده بيقرر انهم يروحوا الحفلة ولما بيوصلوا لديا بتعرف انجوس على بنت أخوها إليز والاتنين بينزلوا ويرسموا مع بعض وبيعجبوا ببعض بسرعة وماري بتقعد تشرب وتسكر وداني بيوصل للحفلة وهو معاهدي الماري وبيبان انه معجب بيها وعايز يخرجها من حالة الاكتئاب اللي هي فيها لكن هي بتكون فاكرة ابنها ومش قادرة تنسى أبدا وبتفضل تعايت وبول بيكون قاعد مع لديا ومطلخبط في الكلام ومش عارف يقول ايه وبيتكلم في اي موضوعه خلاص من كتر التوتر لكن بعدها بيشوف لديا وهي ايمد قابل حبيبها وساعتها بيزعل جدا لانه كان حاسس انها بتحبه وبيروح يطمن على ماري وبيلاقي ان حالتها لا تسمح انها تقعد فترة كمان في الحفلة وبيقرر انهم يمشوا وتولي بيكون متعصب لانه اخيرا فرح جدا بمقابلته بإيليز وهم عايزين يحرموه من اللي حصل وبول بيتعصب وبيقوله ان ما كانش يتمنى يقعد معاه في الكريسماس وكان نفسه والدته او والده يتصلوا علشان ياخدوه وساعتها تولي بيزعل وبيقول ان والده ميت والراجل اللي والدته متجوزاه هو اللي غنيه وبيتدايق منه وبيمشي وماري بتفهم بول ان ما ينفعش يقول لشاب زيه انه مش عايز يقعد معاه وبيكون الكل راميل وحده فبول بيحس انه عمل حاجة غلط وبيقرر انه يصلح الموقف والصبح بيروح يشتري شجرة علشان يزينوها مع بعض ويحتفله لكن لما بيوصلوا للحرم الجميع مرة تانية بيتفاجئ ان تولي مش موجود وبيقرر يدور عليه في كل مكان وبيفكر انه هرب لكن بعدها بيلاقيه قاعد بيعزف على البيانه فبينزله هو وماري علشان يشوفوا الشجرة وبيديله هدية كتاب وهو نفس الهدية بتاعت ماري وبيتكون فيه هدية ووصلت لتولي بالبريد وبيفتحها وبيلاقي ان والدته زوجها بعتوله فلوس وبيتمنوله سنة جديدة سعيدة وبيقعدوا مع بعض كلهم يكلوا وتولي اول مرة بيحس بلمة العيلة يوم الكريسماس فبول بيكون عايز يعمل معهم حاجة بالمناسبة دي وبيقولهم انه كل واحد عنده طلب مش هيترفض فتولي بيقرر انه عايز يروح بوستن لكنهم بيوصلوا ماري لبيت اختها وبعدها بينطلقوا في رحلتهم وتولي بيستمتع جدا وهو بيتزحلق على الجليد وبعدها بييجوا علشان يمشوا لكن بول بيوقفوا صاحب هيو اللي يعرفوا من 30 سنة وبيتطمنوا على بعض وان هيو دلوقتي بقى مدرس دائم في جامعة هارفرد فبول ما بيكونش عايز يظهر نفسه بمنظر الفاشل فبيقول انه بيدرس تاريخ قديم وبيروح جامعات خاصة وبيدرس في كذا مكان وكمان تولي بيدخل معاه في السكة وبيعرفوا انه كمان بيكتب كتب عن الكاميرات القديمة وبعدها بيمشوا وتولي بيبلغ بول انه كان يعرف ان رجال بارتون ما بيجذبوش لكن بول ما بيكونش عايز شخص زي دايش ما تفيه ابدا ويتكلم عليه عند كل الناس اللي كانوا يعرفوهم زمان وانه كان في جامعة هارفرد فعلا وفيه شخص كان معاه في نفس القوضة وكان غني جدا وعيلته معروفة في الجامعة وسرق الاطروحة العلمية بتاعته وقال على بول ان هو اللي سرقها وعلشان عيلته كبيرة جدا سبتوا عليه السرقة واضطرد من الكلية بسبب انه ضرب الشخص ده بالعربية وكسر له تلت دلوع لكن طبعا الحادثة كانت من غير قصد وما فيش حد وثق فيه وقامن بقدراته غير جرين وعلشان كده هو فضل في مدرسة بارتون وتاني يوم بول بيكون جاهز وبيصحي تولي من النوم علشان ينزله ويبدأوا يومهم من اوله لكن ساعتها بيتفاجئ ان تولي بياخد برشام اكتئاب وبيكون عنده عامل مشترك ما بينهم هما الاتنين وبيروحوا السينما وتولي بيقدر انه يتسحب ويوصل للتاكسي فبول بيوصل عنده وبيكون عايز ينزله من التاكسي لكن تولي بيترجع انه لازم يعمل المشوار ده فورا وبعدها يجيله عند الفندق لكن بول مش بيوافق وعلشان كده بياخده معاه علشان يقابل والده وبول بيكون عارف انه ميت لكن لما بيوصلوا لمستشفى الامراض العقلية بيعرف ساعتها ان والده لسه عايش وتولي بيقابل والده وبيكون مفكر انه هيحس معاه بحاجة لكن للأسف شكه مطلعش في محله ابدا وبيتكلم مع بوله وبيحكي له ان والده اخر فترة كان بيتعصب فيها ومش بيقدر يسيطر ابدا على عصابه لغاية ما والدته وديته لدكاترا وكتابوا لنوع دوة ومن ساعتها وهو حال طبازت اكتر وبقى عنيف جسديا معاهم وعلشان كده نقلوه بعيد عنهم فبول بيوسيه وبيقول انه مش شبه والده في اي حاجة نهائي وانه شاب ذاكي جدا ولسه في اول حياته وبتوصل ماري وبيكون تولي عايز الحلوة بتاعتهم لكن الويتر بترفض الطلب لان تولي تحت السن القانوني وهم بيحطوا في الحلويات كحول وعلشان كده بيتعصبوا وبياخدوا منها كرز وايس كريم وبيقرروا يعملوا الحلويات بتاعتهم برا لكن بول بيسرف في استخدام الكحول وبيولع في الحلويات وبعدها بيرجعوا للمدرسة وبيستمتعوا بوقتهم وبيحتفلوا بمناسبة السنة الجديدة 1971 وتاني يوم المدرسة بتشتغل عادي وكل الطلبة بيوصلوا وجودي واستانلي بيوصلوا المدرسة وبيشتكوا للمدير عن بول وتولي وساعتها بول بيوصل لمكتب المدير وبيعرف ان والد تولي بتشتكي من انه زار والده ولما عارف بالموضوع ده هو عاوز يرجع للبيت دلوقتي ومش هتقدر تعمل كده لانها مع استانلي دلوقتي وان ابنها بيتحدها كتير وعلشان كده هيخرجوا من المدرسة ويدخلوا المدرسة العسكرية لكن بول بيصعب عليه تولي جدا وبيقرر يقولهم ان هو اللي اقترح على تولي انه يزور والده واقنعوا بكده وان الولد زاكي جدا وشاطر وكان حاسس بالوحدة وهم مش موجودين معاه فما ينفعش يدمروا حياته بالطريقة دي وبعتوه على مدرسة هتدمره وبيخرج من المكتب واخيرا بيعترف للمدير انه دايما حيوان وبيشتمه وبيروح يلم حاجاته علشان يمشي من المدرسة بعد ما اتطرد وماري بتجيب له هدية عبارة عن كتاب فاضي علشان يلهمه ان يكتب الكتاب بتاعه وبعدها تولي بيوصل عند عربيته وبيشكره انه ساعده وبالطريقة دي هو مش هيتطرد وبيفضلوا بصين لبعض وهم مش عارفين يقولوا اي حاجة وهم زعلنين علشان مش هيشوفوا بعض تاني وبيكونوا على وشك يعياته لكن بيتملكوا نفسهم وبيسلموا على بعض وكل واحد بيمشي في طريقه وبول هونم بيمشي في طريقه ناحية بداية جديدة وهنا بينتهي في المنى ونتقابل في تلخيصة جديدة شكرا للمشاهدة